السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الوصايا السبع نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع يعني أمرني بسبع وصايا أمرني بحب المساكين والدنو منهم إن أنا أقرب من المساكين وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي أي في أمور الدنيا وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت يعني أصل أرحامي حتى لو هم قطعوا صلة الرحم وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا ما أطلبش من حد أي حاجة وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاف في الله لوم تلائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا خوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش وفي رواية فإنهن كنز من كنوز الجن الله سبع وصايا في غاية الروعة أمرني بحب المساكين والدنو منهم وكان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجة بسند صحيح اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين ده مين اللي بيقول كده سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم بيقول قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين قمة التواضع من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم الوصية التانية أبو أزر بيقول وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني أي في أمور الدنيا لأن في الوصية دي قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنظروا إلى من هو أسفل منكم يعني أقل منكم في أمور الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم له يا رسول الله قال فهو أجدروا ألا تزدروا نعمة الله عليكم إن الإنسان لما ينظر للفوقيف أمور الدنيا ولا ينظر إلى من تحته هيصدار نعمة ربنا عليه هيقول هو ربنا الداني إيه ما هو إدى فلان مرسيدس وداني عحيدة تعربية تعبانة ما هو إدى فلان عمارة وأنا يدوب عايش وشاء آجار ما هو إدى فلان كذا وداني كذا لا أمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك في أمور الآخرة وأمور الدين انظر إلى من هو أفضل منك فدان فلان ما شاء الله حافظ عشرين جزء من الكرآن وأنا حافظ عشر تب لي أنا مختمش الكرآن فلان ما شاء الله بيصلي قيام الليل أربع ركاة تب لي أنا ما صليش 11 وهكذا في أمر الدنيا أنظر إلى من هو أسفل منك عشان تحمد ربنا على نعمه في أمر الدين أنظر إلى من هو أعلى منك حتى تقترب أكثر من رضوان الله ومن جنته طيب واللي بعدها قال وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها الله يعني ليس الواصل هو اللي بزور وبيزورني بحب وبيحبني مش هي دي السلة بس لا ده السلة اللي أكتر بقى لما يكون أرحامي مقطعني وأنا اللي بقى أصلهم هو ده أعلى درجات السلة وإلا فلما أكون عمي بيزورني أو ابن عمي بيزورني وأنا بزوره برضو تعتبر سلة لكن أعظم أنواع السلة لما هم يقطعوني وأنا اللي بأصلهم بفضل الله ولذلك في الحديث اللي رأى مسلم لما جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسنوا إليهم ويسوئون إلي وأحلموا عليهم ويجهلون علي فالنبي بيحترز لنفسه لأنه هو بيسمع من طرف واحد والنبي كان لا يسمع إلا من طرفين فقال له إيه؟ قال له لئن كنت كما قلت لو كنت انت صادق وإلا أنا ما سمعت اشترى في التاني لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل كأنك بترمف وششهم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يعني استمر على الخير اللي انت بتعمله ثم تأتي الوصية التي بعد ذلك وأمرني ألا أسأل الناس شيئا الله ولذلك ورد في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة اللي يضمن لي أنه ما يسألش الناس أي شيء ما يطلبش منهم أي حاجة وأنا أتكفل له بالجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تأتي الوصية التي بعدها وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لوم تلائم يعني أن أقول كلمة الحق ابتغاء مرضات الله ولا أن شغل بملامة الناس ولا بعتاب الناس بعد ذلك ثم ختم تلك الوصية وقال وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش الله أكبر من كنز تحت العرش وفي رواية فإنهن كنز من كنوز الجنة نعم وفي حديث آخر فإنها باب من أبواب الجنة فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت العرش وكنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة لأن الإنسان لما بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهو بينخلع من حوله وكوته إلى حول الله وقوته بفضل الله سبحانه وتعالى إذن يا أحبابي هذه هي الوصايا السبع التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر والوصية ليست لأبي ذر فقط وإنما للأمة كلها فاحفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا